من حدود قطاع غزة ينضم إلينا زياد حلبي مدير مكتبنا في فلسطين زياد هناك تصريحات ببداية هجوم وتصعيد كبير في هذا اليوم هل بدت له ملامح لكم تتابعونها؟ بدون أدنى شك بأن هناك تصعيدا كبيرا فيما يتصل بخانيونس تحديدا هناك تكثيف للغارات من البحر ومن الجو وأيضا من الدبابات الإسرائيلية التي تحاول إحكام الطوق على مدينة خانيونس وبدأ القتال نوعا ما على أطرافها أيضا وفق ما تقول مصادر عسكرية إسرائيلية رغم التعتيم الحاصل على طبيعة التحرك البري في تلك المنطقة الناتق العسكري الإسرائيلي كان لوح بضربات أو هجوم كبير كما وصفه في الساعات المقبلة على خانيونس لكن جنبا إلى جنب مع ذلك تتواصل أيضا للاشتباكات في المناطق في منطقة الشمال قطاع غزة شمال قطاع غزة عفوا وكذا أيضا وسط القطاع كما قلنا قبل بعض الوقت سجل تطوران ملفتان على الأرض استهداف دبابة إسرائيلية بصاروخ مضاد للدبابات ما أدى إلى إصابة أربعة جنود إسرائيليين على الأقل وفي مكان آخر وسط قطاع غزة كان اشتباك مع قوة راجلة من الجيش الإسرائيلي مع كتائب القسام أيضا أصيب خمسة جنود في تلك الواقعة أصيب في كل الحالتين تسعة جنود من بينهم اثنان في حال حرجة جدا وثلاثة بحال خطيرة والباقي إصابات طفيفة جرى إجلاء الجنود التسعة بواسطة مروحيات عسكرية تحت النار بينما كانت الاشتباكات ما تزال مستمرة وفق المعلومات لدينا في تصريح للمسؤول عن المجلس البلدي لعسقلان وهو مسؤول عن عدد من البلدات المتاخمة للحدود مع غزة يقول تأجيل عودة كانت مقررة في أول يناير لهذه البلدات والمستوطنات بشكل كامل أجلت نعم لكن هل في تفاصيل يعني أجلت إلى متى مثلا زياد إذا كان في تفصيل في الإعلان نعم كان في الأساس كانت المخطط الإسرائيلي بدأ عودة المستوطنين إلى المناطق الحدودية ليست إلى غلاف غزة المتاخم تماما للحدود هذه ستأخذ أشهرا طويلة لكن كان لعسقلان ومناطق أخرى التخطيط هو مع بداية يناير بدأ عودة هؤلاء ربما يشي ذلك ويمكن أن نتعلم من ذلك حول الحرب الحالية على قطاع غزة بأنها قد تستمر ربما وفق التقييمات الإسرائيلية شهرا أو شهرين إضافيين ولهذا قال عمدة عسقلان هذا الأمر مع ذكر عسقلان طبعا أصيب مبنى إصابة مباشرة في الرشقة الأخيرة من الصواريخ مبنى من الآن هناك نعم الآن هناك رشقات صاروخية انطلقت تجاه تل أبيب ووسط إسرائيل تدوي صفرات الإنذار في تلك المناطق إذن الآن رشقات صاروخية تجاه مدينة تل أبيب ومدن وسط إسرائيل بينما نتحدث محمود فقط عودة إلى عسقلان أصيبت إسرائيليتان بشضايا من الصاروخ الذي أصاب الطابق الرابع من مبنى متعدد الطبقات فقط للتذكير كما قلت الآن أطلقت رشقة صواريخ تجاه تل أبيب ووسط إسرائيل بينما نتحدث طيب بقيت المستوطنات الأخرى زياد يعني في الشمال الشرقي حيث أنت قريب ولكن هناك المستوطنات الأخرى المستمرة حتى التي توازي خان يونس ومدينة غزة والدخول إلى رفح وبقية المناطق الأخرى هل أيضا يمكن القول أنها خالية الآن أو ينطبق عليها فكرة العودة هي خالية تماما تقريبا يعني لا نبالغ في هذا التوصيف المستوطنات شبه خالية من المستوطنين تحولت إلى ثكنات عسكرية فيها الكثير عمليا من القوات الإسرائيلية والعتاد تحولت إلى قواعد لوجستية إنجاز التعبير هكذا للجيش الإسرائيلي لهذا تواصل الفصائل قصف هذه المستوطنات القريبة على الحدود وطبعا في بعض الأحيان كما قبل قليل تحدثنا جرى الآن استهداف تل أبيب ووسط إسرائيل برشقة صواريخ بعيدة المدى هل في نتائج لهذه الإصابات زيادة؟ البعض يسألنا أن نتابع رشقات لكن لا نتابع إعلانات إسرائيلية بأن هناك إصابات حدثت في تل أبيب أو في البلدات المحيطة كما كنا نتابع معك سابقا نعم قبل قليل قلت أن هناك إصابتان في صفوف المستوطنين في عسقلان بسبب إصابة مباشرة لصاروخ أصابة مبنى من عدة طوابق وأحدثت ضمارا كبيرا أصيبت إسرائيليتان في هذه الرشقة سبق وأصيب أيضا عدد من الإسرائيليين بشضايا صواريخ أساسا ربما ما يميز هذا الأمر هو ليس فقط الإصابات هذا يدخل عمليا مساحات واسعة من إسرائيل إلى داخل حيز الاستهداف الصاروخي وبطبيعة الحال هو يشل تماما الحياة في إسرائيل في مثل هذه الحالات هناك اعتراضات في المنطقة التي نتواجد فيها على الأقل نسمع لا نرى حاليا في الخلفية انفجارات هي ناجمة على الأرجح على محاولات اعتراض من قبل بطاريات القبة الحديدية تحاول أن تعترض في نصف الطريق الصواريخ التي تذهب إلى تل أبيب يستغرقها من دقيقة ونصف إلى دقيقتين حتى تصل إلى تل أبيب ولهذا هناك فرصة أكبر لاعتراض مثل هذه الصواريخ مثلا من مناطق قريبة من القطاع أعطيك مثال سديروت 15 ثانية هذا كل ما تملكه القبة الحديدية للتعامل مع الصواريخ فيما أن تل أبيب حوالي دقيقتين تقريبا شكرك زياد حلبي من حدود قطاع غزة زياد شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك